موسيقى علامات الحزن بدت واضحة على وجوه نجوم الفن المصري الذين جاءوا للصلاة على الفنان الراحل هشام سليم الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان يعني ده فقد كبير وخسارة كبيرة للفن المصري فنان يعني غاية في الاحترام وعلى خلق وغاية في التواضع بقال الله ربنا ارحمه هشام أخوه وحبيبي ورفيقه عمره وكان زميلي في النقابة وخلوقه فنان عظيم ربنا ارحمه هشام النجل الأصغر لأسطورة قرة القدم والنادي الأهل صالح سليم دخل المجال الفني طفلا من خلال ظهوره مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم امبراطورية ميم لينطلق في رحلة تمثيل متواصلة قاربت خمسة عقود كلاسيكيات سينمائية وتلفزيونية ومصرحية بدت محفورة في أذهان الجماهير عادل البدري في ليالي الحلمية وحسن النعماني في أرابيسك شارع محمد علي ويمهال لبيايا ومحمود المصري عشرات من الأدوار المميزة التي أداها الراحل خلال تلك الفترة وفي السنوات الأخيرة شارك هشام سليم في عدد من الأعمال التي حظيت بنسبة مشاهدة عالية مثل هجمة مرتدة وكلبش أنا اللي بحدد مين يعمل إيه وإمتى وفين وإزاي وآخر ظهور الله كضيف شرف في فيلم موسى زملاء الراحل أجمعوا على تواضعه واحترامه لفنه ولزملائه فقدنا فنان عظيم وإنسان محترم وصديق وأخه يعني كان شخص جميل قوي الله يرحم ربنا يرحمه يغفر له إن شاء الله ربنا يرحمه يغفر له إن شاء الله ويغفر لكل الأموات واللي رحلوا وكغيره من النجوم الراحلين ستبقى الأعمال التي جسدها الفنان الراحل هشام سليم خالدة في ذكرى جمهوره المصري والعربي أحمد عثمان الحلس القاهرة